السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونوا دايما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة قاعدة ضبط المصنع من الريكوفري للهاتف أوبورينو 2F موديل CBH1989 اصدار لأندروية 11 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الريكوفري ومش بنستخدمها الا في حالة عدم معرفتك لنمط او كلمة مرور الجهاز لو عارف النمط او كلمة السر بننصحك تعمل اعادة ضبط المصنع من الاعدادات وهتلاقي فيديو لطريقة ضبط المصنع من الاعدادات في وصف الفيديو للأسف اعادة ضبط المصنع من الريكوفري هتحذف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم في البداية بنقفل الجهاز خالص عن طريقة ضغط على زر الباور ضغطة متوالة واختيار اقافي التشغيل بعد اقاف تشغيل الجهاز بتضغط على زر الباور مع زر خفض الصوت لاثنين مع بعض ضغطة متوالة اول ما يظهر شعار اوبو على شاشة الجهاز بترفع ايدك من على زر الباور وتفضل ضغط على زر خفض الصوت الجهاز بيدخل معانا على الصفحة دي اختار اللغة الانجليزية اللي هنتابع بيها بعد اختيار اللغة بتضغط على ويب داتا فورمات داتا اكتب الرقم اللي متحدد على شاشة الجهاز لو الرقم ده مش موجود وعاوز تعمل اعادة ضبط لازم اما تبعاته الفني او محل السوفتوير او تكلمنا واحنا نتبع مع حضرتك اولاين ونعمل لحضرتك اعادة ضبط للجهاز بسعر مناسب اكتب الرقم اللي موجود عندك في المنطقة المحددة في الفيديو اضغط على فورمات الجهاز بيعمل اعادة ضبط حاليا اضغط على اوكي الجهاز هيعمل اعادة تشغيل بدون اي تدخل منه ويفضل على شعار اوبو لمدة خمس دقيق تقريبا اشتركوا في القناة 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 اضغط على التالي حدد المنطقة او البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضغط على التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التالي 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 البدء تم عمل اعادة ضبط المصنع من داخل الجهاز بنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة